لا أتوقع من أي شيخ أو وجاهة اجتماعية أو حتى مواطن عادي أن ينام هناك قطعة أرض في اليمن لا زالت ترزح تحت الماليشيات الحوثية إنها دعوة لنيل الحرية أو هكذا تفهم كلمة الرئيس هادي التي ألقاها في حضور أعيان اليمن في مقر إقامته بالرياض الكلمة التي كانت أشبه بمحاضرة تطرق فيها الرئيس هادي إلى شرح أبعاد الانقلاب وتوضيح أهدافه من خلال التأكيد على أنه كان على الشعب اليمني أولا ثم على نضالات اليمنيين السلمية التي ابتدت بالحراك السلمي في العام 2007 وحتى ثورة الشباب السلمية في العام 2011 ومخرجات الحوار وبالتالي فإن الانقلاب كان يستهدف مشروع اليمن الجديد وإعادة الناس إلى سلطة الاستعباد والاستبداد حد قوله انقلاب على نضال الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية السلمية التي قضت على المشروع العائلي وأنهت أحلام صالح وأبناءه في تملك اليمن هذه كان أكثر مباشرة في توجيه رسائله التي تمحورت حول لم الشمل ونبذ التفرقة والوقوف جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الوطني لاستعادة كل اليمن من سيطرة الميليشيا الانقلابية والتوجه نحو بناء اليمن الجديد الذي يكفل لليمن عدالة المواطنة وحرية الوجود وحدث الصف ونبذ كل ما يفرق ويشتت الجهد تذكروا بأن حزبنا ومذهبنا الأكبر هو اليمن الذي يجمعنا جميعا بكل ألواننا وأطيافنا وغريمنا واحد هو الانقلاب وماليشياته وأشخاصه ومن ورائهم وكعادته شرح الرئيس هادي ارتباطات الانقلاب الخارجية وأخطاره على اليمن والبنطقة عموما غير أنه هذه المرة تحمل رسائل تطمينية وتبشيرية بالمستقبل الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه خلال الأيام القادمة وهو الأمل المفقود الذي ينشده المواطن اليمني المغلوب على أمره